شك في ذلك الامر التالت الحديث عن الجنة يعجب اللي زحلاتي بقى العواجيز كل اللي دخلوا على الشيخوخة بقى وخلاص ودخلوا على تشطيب الرحلة او ان مكافئة نهاية الخدمة بيحصل لهم حالة من حالات الانبساط النفسي والارتياح النفسي انت رايح على افضل واحسن واجمل لدرجة ان اما خبش عليكم كلما قرأتوا عن الجنة انا شخصيا كلما تمنيت الموت هل يجوز تمني الموت اما سؤال عجيب جالي دلوقتي وانا بتكلمكم عشان محدش يقول ايه ده ده لا يجوز لا تمني الموت احيانا يجوز واحيانا لا يجوز مش على الاطلاق متى يجوز تمني الموت ومتى لا يجوز تمني الموت لا يجوز تمني لا يجوز تمني الموت اذا نزلت مصيبة او عند تعرض الانسان الابتلاء فقول ياريتنا موت علشان اخلص من المرض ياريتنا موت بعد فلوسي مراحت ده كلام لا يجوز لا قال الصلاة والسلام لا يتمنى ان احدكم الموتى لضرر ممسه ما ينفعش بسبب نزول ضرر انك تتمنى الموت ولكن ان كان خلاص انت بقى ما انت شايف ان انت انت داخل على حاجة خايف منها فليقول لان كان انت خايف من الامتحان اللي جاي بقى وخايف من فتن الدنيا فليقول اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر هو ده في الحقيقة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ده في الحقيقة مش تمني للموت لو انت ركزت في الدعاء النبو الكريم واللي اوصان به السيدنا صلى الله عليه وسلم هو كده مش تمني للموت لانك ما بتصدش به مصيبة او ما بتكلمش عن مصيبة لا ده انت خايف من حدثك فده مش تمني موت الامر